وإنضم إلينا مباشرة من بغداد مشاهدين كرام الخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف. سيد أبو رغيف مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. وبداية كيف تقرأ هنا الأحداث الأمنية في كاركوك سيد أبو رغيف؟ ومن يقف وراء هذه العمليات بالضبط؟ نعم تحية طيبة لك سيدة زين. بالفعل كاركوك كانت جنوب شرق كاركوك المتمثلة بالحويجة ومناطق متاخمة من الرياض وغيرها. كانت تشهد أعمال إرهابية وأعمال استوطنة فيها الدواعش أكثر من ثلاث سنين أو أربعة سنين. هي مناطق ذات حدود خطرة جدا تتاكمها. حدود صلاح الدين وحدود ديالة وحدود الموصل وحدود الأنباربي من جهتها الغربية فيما يتعلق بالصحاري. لذلك قد تكون هناك بعض الذين تسربلوا وهربوا وانسلوا إلى من هذه المجامع. فحاولوا أن يقيموا بعض الخلايا الخاملة والخامدة والغير مستشعرة وهي خلايا متربصة. بمعنى أنها تنتظر لحظة الضعف أو نقطة أو ثغرة حال حدوث مثل هكذا تتوفر هكذا مناخ لهم. يقومون بمثل هكذا أعمال. لكن البعض ممن آوى وممن استقبلهم هو الآن المسؤول عن تخبيئهم وإظهارهم تاتة أخرى. قيادة العمليات الثانية هي من تمسك ملف الأمني لكاركوك هنا. برأيك هل تحتاج إلى أي تعزيزات أمنية أخرى لضبط الأمن هناك؟ يعني سيدة زين الوضع في كاركوك لا يحتاج إلى قوات وإلى قطعات وإلى أعداد بقدر ما يحتاج إلى قواعد بيانات استخبارية أمنية واضحة. لذلك الأجزة الاستخبارية هناك أجهزة فاعلة جدا وتنهض بدورها وعبائها وهي تملك قاعدة بيانات ومعلومات وافية وكافية عن كل تحرك تلك الشبكات التي يعتقد أنها تحاول أن تنفذ ما تسميها بالغزوات العبثية. لكن سرعان ما يتم إحباطها وإجهاضها. لكن دور جهاز مكافحة الإرهاب دور واضح جدا. سيما إذا عرفنا أن جهاز مكافحة الإرهاب قد خبر حرب المباني المشيدة وحرب الكري والفر. لذلك قيادة العمليات الثانية من جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا مدعوم بمعلومات استخبارية وقاعدة بيانات. أعتقد أنه سيتمكن أو تمكن من السيطرة على مخارج ومداخل تحركات هؤلاء المشبوهون. اليوم سيدة بورغيف. قوات الجيش والحجد الشعبي بدأت المرحلة الثانية من عمليات تطهير الجزيرة وعالي الفرات هنا. هل لك أن تضعنا في التفاصيل؟ نعم سيدة زين. بالفعل بدأت المرحلة الثانية من الصفحة الثانية أيضا. وهذه تتم لما بدأوه في هذه الصحارة. هذه الصحارة صحارة كبيرة جدا. قد تناهز أكثر من 42 إلى 50 ألف كيلومتر. وهي مساحة كبيرة جدا بلحاظ العمليات. لذلك أعتقد مشكلة العراق في كل محافظة فيها هناك جزر وصحاري مترامية الأطراف. لكن الصحراء الغربية من محافظة الأنبار غرب البلاد. وصحراء جنوب شرق البعاج. وصحراء غرب الصينية. وصحراء نينوة. وصحراء التكريد. كلها صحاري تتواصل فيما بينها بطرق نيسمية. بطرق عشوائية. بطرق وعرة. هذه قد يلجأ التنظيم لها بين فينة وأخرى. لذلك عمليات التطهير التي طارت بالمرحلة الثانية من الصفحة الثانية. أكثر من 7000 كيلومتر لأكثر من 10 قرى ومدن. منها مناطق وادي الطويل. ومناطق أم العظام. ومناطق الزايرة. هذه مناطق خطرة كانت بالأمس القريب تمثل معقلا لهذا التنظيم الإرهابي. هناك عمليات عسكرية موازية لعمليات أعالي الفرات تقام هنا في ديالة. هل من المعلومات اللي لديك عنها؟ نعم. ديالة كانت وما فتئت فيها تنظيم في ولاية ما يسمى بولاية ديالة. وهذا التنظيم تظهر بين الفينة والأخرى راية. وتظهر ما بين الفينة والأخرى ما جميع. لذلك ظهرت ما تسمى بالراية البيضاء. وهذه اختفت في حينها. لم ترى النور طويلا. وهما يسمى ويصطل عليهم بالحازميون. وما يصطل بأنصار السنة. وهؤلاء من بقايا ممن أيضا هربوا وولد الدبر. فيما يتعلق ببعض من بقايا الذين التحقوا بركب داعش. وانهزموا وانكسروا في مناطق شمال ديالة. لذلك مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالة. حقيقة فككت الكثير من الناقلين والراكنين والمجهزين والإداريين. وكذلك هناك تعاون واضح بين مدير استخبارات محافظة ديالة. وبين مدير استخبارات مكافحة إرهاب بغداد. وما أدى إلى اعتقال قيادات بارزة في هذا التنظيم. أدت إلى تفكيكها وتحولها من ما يسمى بولاية إلى مجموعة عاملة. وهذه المجموعة يتم السيطرة عليها. ويتم القاء القبض عليها. تشهد هذه المحافظة كونها تمثل فلتر بغداد. رئة بغداد. منطقة أقرب محافظة إلى بغداد. هي محافظة ديالة. لذلك أعتقد أن الأمور تسير بخطة جيدة باتجاه تفكيك تلك المجامع سيدة زين. محور الأخير هو. هناك قوات عسكرية هنا أرسلت إلى سد الموصل. هل من تهديدات أمنية لهذا السد في هذا الوقت؟ أبدا سيدة زين. بالعكس لا توجد أي تهديدات. كانت حينما كانت الأمور حامية وشديدة. لم تكن هناك مخاطر. ودعما السيد العبادي دعما يؤكد في أكثر من مناسبة. بنفسه يصرع. إلا أنه لا مخاوف. كانت هناك مخاوف فنية من السد. وتم تلافيها بموجب شركات أجنبية فاعلة لغرض إدامة ولغرض صيانة هذا السد. لكن السد لابد من حمايته. وباقي السدود أيضا. لدينا سد الأظيم أيضا. لدينا سد الرمادي. السدود كلها تحظى باهتمام من قبل أزة الأمنية. لما لها تأثير وأثر بالغ على العاصمة بغداد. وعلى كل المحافظات. لذلك أعتقد أنه حماية موفرة وأعداد كافية. وأعتقد أن السد حتى محمي من قبل طائرات الدرانز إيرغرافت. التي تؤمن هذا السد بموجب معلومات. وكذلك معلومات استخبارية. أيضا مدية استخبارات ومكافحة أرهاب نينوى. تساهم بتوفير هذه المعلومات للحقول دون استمكانها. لا سامح الله. نعم. كنت معنا مباشرة. بغداد. الخبير الأمني السيد فاضل برغيفة. شكرا جزيلا لك. ترجمة نانسي قنقر